فارق الدنيا بنفس الطريقة اللي رحل بيها أخوه من كم سنة كان ريح يعرض مصرحيته ملحقش وطلع على قبره كان لسه في عز شبابه وبشق طريقه علشان يثبت نفسه كلامي هنا عن الفنان الشاب أحمد عصام ليه الناس افتكرت إن أحمد عصام يبقى من عائلة العدل وابن الستيليستري من العدل إزاي عرض مصرحيته وبعد رحل وإيه حكاية إن هو لحق بأخوه ورحل بنفس الطريقة طيب إيه أبرز المعلومات اللي مش كتير يعرفوها عن أحمد عصام وإزاي بقى خامس فنان يرحل في عز شبابه فأقل من ست شهور خليكم معايا فيه الفيديو دا ونا هقول لكم تفاصيل الحكاية وأسرارها فنانين كتير لسه في عز شبابهم ودعوا دنيتهم الفترة الأخيرة والجمهور والوسط الفني كان حزين عليهم جدا أحمد عصام أخر فنان ويبقى الخامس اللي مشي وهو لسه صغير الكلام حوالين أحمد عصام كتير دا جير إن كل الفنانين واللي شجالين في الوسط الفني شايفينه ممثل شاطر رغم سنه الصغير وإنه كان هيبقى حاجة وقادر يشتجل على نفسه بشكل كويس لكن إرادة ربنا فوق كل شيء ريم العدل كانت هي السبب ورا القصة الحزينة دي هي اللي كتبت كلمات مؤثرة جدا خلت كل القلوب كلها تبكي على رحيل أحمد عصام لدرجة إن الناس فكرتوا ابنها لكن هو مش ابنها ولا حاجة ريم قالت عنه حبيب قلب أمك ودي مش من فراغ دي كلمة جاية حكايتها معايا في الفيديو دا علشان قصة رحيل عصام مؤثرة جدا ريم العدل نشرت صور لأحمد عصام وقالت أخدت قلبي معاك يا حبيب قلبي ربنا يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال ويجعلك من أهل الجنة يا حبيب قلبي حتوحشني قوي ربنا يرحمك ويصبرني على فرائك يا حبيبي ويصبر أهلك الكل تعطف معايا وكتب كلمات النعي والدعوات لأحمد عصام بالرحمة والمغفرة أحمد عصام رحل بسبب مؤثر جدا وده اللي كان السبب في تعطف معاه علشان نفس طريقة رحيل أخو محمد عصام من كم سنة هي نفس طريقته وده اللي خلى ريم العدل تقول حبيب قلب أمك تخيلوا إنه رحل في حادث وهو رايح المسرح يعرض مسرحيته تشارلي وأخو محمد الفنان المسرحي برضو رحل في حادث وهنا فيه مفارقة جريبة شويتين في القدر الله يرحمه ويصبر أهله أحمد عصام تخرج فيه أكاديمية الفنون في الهرم وبدأ حياته في التمثيل وهو بيحب المسرح جدا وكتيرت ألعالين هو ممثل شاطر وموهوب وكمان هو من أعضاء مسرحيت تشارلي واللي بتعمل عروض مسرحية في مختلف الفنون شارك وهو صغير في المسرحية الوطنية الاستعرضية اتباع لوزارة الثقافة ودي من تأليف وإخراج محمد الخولي كمان هو شغال بلوجر على تيك توك وواخد شهرة كبيرة جدا مسرحيت تشارلي اللي شارك فيها أحمد عصام بطولة محمد فهيم ونور قدري وأيمن الشيوي وداليا الجندي عمد اسماعيل أحمد عصام وكمان خمسين فنان جرهم من الممثلين الشباب والراقصين هي من تلحين إيهاب عبدالواحد وتوزيع نادر حمدي وتصميم استعرضات عمري باتريك مالابس ريم العدل واكسسورات دكتور محمد سعد وتأليف مدحة العدل وإخراج أحمد البوهي أحمد عصام بقى كامس فنان يرحل وهو لسه صغير في عز شبابه وده فقل من ست شهور بس في سنة 2023 اللي احنا فيها دي ومن الفنانين الأربعة اللي رحلوا أشرف مصلحي واللي ودعنا يوم 17 سبتمبر وابلو أحمد أنديل اللي رحل يوم 3 يوليو وابلو الفنان مصطفى درويش اللي رحل في أول يوم من شهر مايو وكانت البداية مع 20 الطحان واللي ودعتنا يوم 7 إبريل اللي فات في كتير من نجوم الفن تعطفوا مع رحيل أحمد عصام وزي ما يكون أحزان الوسط الفني مش هتخلص وكل كم يوم حد يرحل أو حد من الأهل يرحل وكتبوا كلمات نعي لي من بينهم محمد جمعة والن هو شاركه في مسلسل الوصية وكان ابن عم ضياء في العمل دجر الأصدقاء والجمهور اللي نعوه وتعطفوا مع أسرته اللي شيعت كمان جنسته بعد الظهر من مسجد السيدة نفيسة ادعو للفنان أحمد عصام بالرحمة وإن ربنا يعود شبابه في الجنة ترجمة نانسي قنقر